بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج تصحيح التلاوى وشرح التجويد للمتدئين هذه الحلقة الواحدة والأربعون في اللقاء الماضي وصلنا إلى الآية رقم 264 من سورة البقرة وفي هذا اليوم إن شاء الله رب العالمين سنأخذ من الآية 265 إلى الآية 269 أعرني قلبك وسمعك وصل على الحبيب وتعالوا بنا نبدأ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وردت للقرآن ترتيلا كنا قد اتفقنا في الفيديو رقم 37 لمن يسمعنا أول مرة يرجع إليهم أنا سنراجع على الأحكام الواحد وعشرين اللي أخذناها قبل ذلك هذا البسملة حروف إخراج اللسان النون والميم المشددتين الصفر المستدير أي علامة مد بعدها همزة تمد بمقدار أربع حركات فواتح السور أحكام الميم الساكنة أحكام الميم الساكنة القلقلة حروف القلقلة التاء المربوطة حروف التفخيم حكم لم اسم الجلالة الله بين التفخيم والترقيق التنوين بالفتح وقفا الألف والوا والياء الصغيرة أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب الإظهار الإضغام الإخفاء ثم علامات الوقف ثم اللام الشمسية والقمرية ثم المد العارض للسكون وفي الفيديوهات الماضية بداية من الفيديو رقم 38 حتى الفيديو الماضي أخذنا ورجعنا على أربع أحكام الاستعاذة البسملة حروف إخراج اللسان النون والمون وشددتين هذا اليوم إن شاء الله رب العالمين سنأخذ أحكام الصفر المستدير تعالوا نشوف إحنا ولنا إيه في الصفر المستدير قبل ذلك ونرجع مرة أخرى الصفر المستدير الصفر المستدير قلنا بأن الصفر المستدير له ثلاثة أشكال في القرآن يأتي فوق الواو ويأتي فوق الياء ويأتي فوق الألف قلنا الألف مثل قالوا آمانوا ملاقوا تفسدوا هذا الألف اللي ظهر في آخر الكلام كله في آخر الكلمة هذا لا ينطق لوصلا ولا وقفا يعني تخرج من الحرف اللي قبله على الحرف الذي بعده في الكلمة الأخرى بدون ما تعطي له أية أهمية وهذا ينبني عليه أحكام المدود يعني تجد الحرف الأخير مثلا الواو مثلا وبعدها همزة في الكلمة الأخرى مثل قالوا آمانا الألف هذا ليس بحاجز وليس يعني بشيء فاصل بين الكلمتين لا يرتبط الواو بالهمزة التي بعدها فتمدل إيه فتمدل الواو عند الوصل وضح الكلام يبقى ليس له لا ينطق لوصلا ولا وقفا أمثلة مع الياء نبأي هكذا ظهرت فوق الياء الآن بأي دو وإننا لموسعون اللي هي الياء الثانية من بأي دن هذه فوق صفر مستدير هذه اللي تنتق لوصلا ولا وقفا يعني تخرج من الياء الساكنة اللي قبل الياء دي اللي عليها الصفر المستدير على الدال المنوانة بالكسر نقول بأي دن بأي دن وليس بأي دن هذا خطأ ولقد جاءك من نبأ المرسلين تخرج من الهمزة المكسورة على اللام طبعا اللي في المرسلين لان همزة الوصل دي mount الياء اللي عليها صفر المريسدين لها تنتق لوصلا ولا وقفا تبه همزة الوصل تسقط وصلا يبقى تخرج من الهمزة على اللام مباشرة الكلام على همزة الوصل همزة الوصل اللي هي في بداية المرسلين الالف العلاج الصادية تسمى همزة وصل ساعت الكلام عليها ان شاء الله وهذه تسقط في حال الوصل طيب وأولئك أمثل على الواو شوف وأولئك لأولي الألباب مثلا ستجد الواو عليها صفر مستدير هذه لا تنطق لوصلا ولا وقفا يعني نقول وأولا وأولا تخرج من الهمزة المضمومة على اللا مباشرة الهمزة المضمومة على اللا مباشرة وأولا أولا فين الواو دي هذه لا تنطق لوصلا ولا وقفا يعني لما تشوف الواو في القرآن على الصفر مستدير هذه لا تنطق لوصلا ولا وقفا كذلك في كلمة لأولي الألباب تخرج من الهمزة المضمومة على اللام المكسورة نقول لأولي 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 وليس لأولي وليس وأولائك هذا خطأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنة بسم الله الرحمن الرحيم سنة الاستعاذ والبسمان في أجزاء السور سنة ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله ومثل الذين الذين ينفقون إخفاء أموالهم بتغاء ابتغاء همزة وصلنا نبدأ بها إي نقول ابتغاء الباسة كنا مقلقلة حروف القلقلة الخمسة والآلف اللي بعد الغين نمده بمقدار أربو حركة نقول ابتغاء وليس ابتغاء وليس ابتغاء هذا خطأ مرضات الله لا بسم الجلالة الله إذا سبكت بكسر ترقق نقول مرضات الله وليس مرضات الله هذا خطأ ابتغاء مرضات مرضاتي الضاد مفخمة والألف اللي بعد الضاد تتبع ما قبلها تفخيما نترقيقا إذا تفخم مع الألف المادية وتامرققا نقول مرضاتي 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 طيب النون تخفى النون عند ملاقاتها للفاء ليه الكلام ده تكلمنا عليه كثيرا يعني لن أكرر هذا الفيديو يعني عشان يكون مختصرا شوي واللي حابب يعني يرجع لأحكام النون الساكنة والتنوين يرجع الفيديو رقم 37 هو يعرف الأماكن فيه بالضبط حيث أنه هو يعني يتبع معنا الفيديوهات الماضية علشان وقت الناس اللي متابعة مستمرة معايا يعني لا نضايح حقهم وتثبيتا من أنفسهم أنفسهم إخفاء إيه الخطأ؟ أنفسهم أنفسهم كده هذا خطأ أو أفسهم بالإضغام هذا خطأ كمثال جن غنة جن غنة جن من مشددة غنة جن جنتين بربواتين خلينا نقف على بربوة نقف عليها بالإيه بالإلها تمر بطيقة فالإلها بالإلها طيب جن نتين بي هذا تنوين بالكسر مقلب يعني مقلب يعني نقلب التنوين إلى ميم ثم الشيء الثاني نخفل ميم عند ملاقات ألبا فنقول جن نتين بربواتين بربواتين يعني تنوين بالكسر مظهر ليه مظهر بعد همزة ليه مظهر علشان الكسرتين متساويتين بربواتين أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وابل فآتت أكلها أكو لا أكو لا همزة مضمومة كيف مضمومة لامها مفتوحة فإلا فإلا نون مضغمة بغير غنة ليه بغير غنة؟ عشان ليه بعد النون لام بعد النون الساكنة لام واللام من حروف يضغم بغير غنة اللام والرأة فإن لم يصبها لم يو ميم ساكنة مظهرة طيب إحنا لو إحنا بالراجع النهاردة على الخمس أحكام اللي أخذ ذاهم قبل ذلك الاستعاذة البسملة أحكام النون والميم المشدداتين حروف خرج اللسان اللي يثاء والذال والضاء وبعدين الصفر المستدير فين الصفر المستدير هنا؟ يعني لسه إحنا ما تكلمناش عليه فإن لم يصبها وابل فطل وابل فمثل وابل فآتت يصبها الباسكنا مقلقة له والله بما تعملون بصير بصير الياء اللي قبل الرأ هذه تمد بمقدار اثنين أو أربعة أو ست حركات اللي هو المد العارض للسكن طيب إحنا انتهينا من هذه الآية حابين نبدأ القراءة بهذه الآية تانية يعني أنا رحت في أي مكان ورجعت حابب أقرأ الآية الثانية دي أو أنا جيت أقرأ في المصحف حابب أننا نبدأ من أول كلمة أود أحدكم نعمل إيه؟ الاستعاذة سنة البسملة سنة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أيا ودو طيب أنا لو بوصل الأيتين ببعض طبعا ما فيش بسم الله ولا استعاذة نوصل على الله بما تعملون بصير أيا ودو أحدكم أيا ودو أحدكم أن تكون له أنت إخفاء تكون له جنة من جنة غنة بمقدار حركتين جنة من تنويب الضم ها مدغم بغنة اللي بغير غنة بغنة ليه؟ المين من حروف ينمن حروف يرملونة وعشان دي ضمتين يعني ضمتين ارجع الفيديو رقم سبعة ثلاثين من تتعرف أين موضع فيديو الإضغام من نخيل برضو نفس الكلام إضغام بغنة اللي بغير غنة بغنة منا منا جنة من نخيل نخيل و إضغام تنويب بالكسر إضغام بغنة ليه بغنة من حرف ينمو نخيل وأعنا بيت تنويب بالكسر مخفى ولا مدغم مخفى ليه مخفى تمهو نفس الشكل كسرتين نحن قلنا كسرتين طالما كسرتين يعني ليست متساوية الأطراف يبدأ شيء من اثنين لإما إضغام لإما إخفاء الحصر الحرف الذي بعدها الحرف الذي بعدها ليس من حرف يرملون إذن فهو يخفاء وأعنا بنتجري تجري الجمسة كنا مقلقلة وأعنا بنتجري من تحتها الأنهار من ت إخفاء تحتها الأنهار الأ الأنهار النون في الأنهار النون مظهرة ليه بعدها ها وليه برضو عشان عليها علامة السكون أو رأس الحاء من تحتها الأنهار طيب اللام قمر يا مظهرة طيب له فيها من كل الثمرات من كو إخفاء الثاء الثاء يخرج لسان وآصابه الكبر وله ذرية ضعفاء المد في ضعفاء لا يقل عن أربع وصلا وقفا نعم ذرية ضو تنوين بالضم مخفاء مخفاء في إخفاء وليس ذرية ضعفاء هذا بالإظهار هذا خطأ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت إخفاء وإخفاء قيل الوقف أولا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا شوف في كلمة آمنوا وأنفقوا في في آلف بعد الوا في آمنوا وأنفقوا عليها الصفر المستدير هذا لا ينتق لوصلا ولا وقفا أنفقوا من طيبات ما كسابتهم بساكنة مقلقلة ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما الألف البعد الميم تبدو من مقدار أربع حركات أخرجنا جيم ساكنة مقلقلة الخاء ليس فيها قلقلة بعض الناس يقول أخرجنا أخا هذا خطأ لكم من الأرض لكم من ميم ميم إضغام بغنى ده من حكام الميم الساكنة صلة الوصل الأولى ولا تيمم غنى ولا تيمم الخبيث منه تنفيقون الخبيث الثاخ رجل سان منه ننه ساكنة مظهرة بعضها وعليها رأس الحاء تنفيقون النون لعلى هاء ولرأس هاء ولفتح ولكسر الأضمة هذا معناه شيء من اتنين لا إخفاء لا إضغام لحسب الحرف الذي بعد الحرف الذي بعد المتالي الناس المتابع معي من بدري خلاص الكلام ده خلاص كفاء يرحم من نفس الكلمة دي إخفاء إخفاء لحسب الحرف الذي بعد ها من حروف يرملون وبالتالي فهذا الحكم إخفاء تنفقون نخف النون تنفقون وليس تنفقون بالإظهار هذا خطأ ولستم بآخ ذيه إلا ولستم بميم بعدها باء حكم الإخفاء ميم باء إخفاء ميم إضغام وغير ذلك فكل الحرف مظهرة مع الميم الساكنة غير الميم مثلها وغير الباء دي أحكم الميم الساكنة وسأتنون الساكن إلا أن تغمض فيه إلا أربع حركات أن ت إخفاء تغمض فيه نقف للهاب السكون جيم جاز لأسول وقف وأعلام شوف الألف اللي بعد وقف وأعلام هذا ألف على صفر مستدير لا تنتق لأسول وقف ليس لها أي شيء أنها رسم تسمى بالألف الفارقة وَاعْلَمُوا شمسية في الشيطان مضغمة في الشيطان نقول الشاء الشاء كلمة الشيطان كثير من الناس يقول أعوذ بالله من الشيطاء شيطاء هذا خطأ الشيطاء 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 طيب الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويأمركم ننتبه إلى الهمزة في كلمة ويأمركم ويأمركم ب هذا يخفى وَاللَّهُ يَعِيدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلَا يَعِيدُكُمْ مِنْ هَا مِيمْ سَكِنَة هَا مُضْغَمَةً مَغْفِرَةً مِنْ تَنُوِينَ بِالْفَتْحِ هَا مُضْغَمَ يَعِيدُكُمْ مِنْ مِنْ مُضْغَمَةً في مثلها مغفرةً من تنوين بالفتح مُضْغَم بغنّة مِنْهُ نُنْ مُضْهَرَةً وَفَضْلَا قِلَ الْوَقْفَ أَوْ لَوْ وَصَلْنَ وَفَضْلَا وتنوين بالفتح مُضْغَم بغنّة وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاسِعٌ عَا تنوين بالضم مُضْهَر يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء أربع حركات اللي وقفنا عليها وصلاً ووقفاً مَنْ يَا إِضْغَام وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابَ ممتاز تعالى شوف كده كلمة أُولو بعد الهمزة في واو بعد الهمزة في واو هذه الواو لو بسط عليها تلاقي في صفر مستدير يعني صفر حلقة موجودة فوق الواو ده معنى أن الواو هذه إلا تنطق لوصلاً ووقفاً هذه رسم في القرآن فقط رسم ليس لها أي شيء إلا أنها رسم نقول أُولو وليس أُولو يبّى فايدة اليوم في حكم اليوم الصفر المستدير يأتي على الألف يأتي على الواو يأتي على الياء ليست له أي وجود نطقاً لا ينطق لا وصلاً ولا وقفاً إلا أولو الألباب طيب ألباء الساكنة في ألباب وقفنا عليها نقفلها بالسكون وبالتالي تقلق يعني كان هذا الفيديو رقم 41 من هذه السلسلة المباركة وصلنا فيه إلى الآية 269 من سورة البقرة أصل الله جل على أن يتم علينا القرآن كاملاً نقوله أمين وأنتم معي إن شاء الله رب العالمين تسمعونه من نبيه بإذن الله في الفيديو القدم إن شاء الله الفيديو رقم 42 سنأخذ إلى الآية رقم 274 وسنراجع على أحكام العية على متمد بعدها همزة تمد بمقدار أربع حركات أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا فهمنا وثبت أقدمنا ونصنع قانون الكافرين الثاني بعيد اللي باسمعنا الأول مرة يرجع الفيديو رقم 37 وأيو الشريف طبعاً نشترك في القناة وعمل سبسكرايب وعمل لايك للفيديو والشيء الأخير إنك لازم تفعل الجرس عشان يصل لك الشعارات بالفيديوهات الجديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته